السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب ان شاء الله اليوم معنا طريقة الغاء الاشتراك بجميع الرسائل المزعجة طبعا اللي بتجي على البريد الاكتروني طبعا انا عملت هذا الشرح تقريبا من سنة ولكن في تحديث جديد في ناس قالوا لي في تحديث جديد يعني غير تغير ما بعرف شو تغير جيميل او تغير جوجل المهم طبعا رح نلغيها من الفاسبوك ورح نلغيها من البريد الاكتروني طبعا رح نبلش وحدة وحدة شوف الفيديو من الاول ومشي معي وحدة وحدة طبعا اذا كنت بتشتغل على الموبايل قبل ما ندخل على جيميل على البريد الاكتروني اذا انت كنت على الموبايل هلأ عم تشوفني طبعا بتضغط على تلت نقاط يلي موجودين عندك على يسار الشاشة وبتعمل اظهار سطح المكتب طبعا انا عندي لاني انا مشتغل على الكمبيوتر فما بيظهر عندي اظهار سطح المكتب انت رح يظهر عندك اظهار سطح المكتب او ادخل من جيميل فورا ما في مشكلة طبعا انا رح ادخل هلأ على جيميل طبعا هذا البريد الكتروني مثل ما شايفين هذا البريد الكتروني يعني بيجي رسائل من فيسبوك بيجي رسائل من الرسائل الترويجية يعني مثل ما شايفين ويش كل يوم بيجي عليه يعني خمسين رسالة مثل ما بيقولوا المهم طبعا وهذه الرسائل الفيسبوك طبعا هاي رح نلغيها ورح نخلي بس المهم يعني نحن يعني اليوم طريقتنا إلغاء الاشتراك أو إلغاء الرسائل البريد يعني اللي بتجي على البريد الالكتروني المهم انت بتضغط على مثلا اي وحدة منهم اضغط عليها مثلا مثلا انا عم اضغط على ويش اضغط على ويش على رسائل ويش هاي دي اللي جاييني عروض مثل ما بيقولوا أو عروضات ما بعرف شو طبعا هلا لو نزلت لتحت لو نزلت لتحت طبعا رح يقولولك هون إذا بدك تلغي الاشتراك ومتل ما شايفين هون كلمة هنا طبعا مثل ما شايفين هيك صغير كتير كتير تضغط عليها لهيدي كلمة هنا يعني إذا كنت تريد إلغاء الاشتراك وما بعرف شو تضغط عليها ضغطة مكتوبة كلمة هنا وبتحدد يلي ما بدك يا طبعا أنا هلا بيحكي على الويش هلا فيه مواقع هلا كمان رح أعملها بطريقة تانية طبعا فيه بيعطوك فورا إلغاء الاشتراك فيه مواقع بتغطيك فورا إلغاء الاشتراك أو عدم أرسال المهم هون أنا طالع لي تحديد التفضيلي يعني إلغاء كل هذه منع إشعارات ما بعرف شو يعني الخصومات وما الخصومات وإلى آخرهم المهم أنت بتضغط عليها لكلمة اللي بتغطيك طبعا أنا هلا ما رح أضغط عليها لأني رح أعمل طريقة تانية قبل ما ألغي الاشتراك رح أعمل طريقة تانية طبعا الله مصلى على سيدنا محمد الطريقة التانية بتجي بتحط إشارة صح يا أما على كلهم يا أما على وحدة منهم يلي أنت ما بدك إياها وبتجي على الإبلاغ طبعا على هي هلا بأشركم عليها الإبلاغ يعني إبلاغ غير مرغوف فيه إبلاغ رسالة غير مرغوف فيها طبعا إبلاغ عن رسالة غير مرغوف فيها طبعا هون بيقول لك الإبلاغ عن رسالة غير مرغوف فيها وألغى الاشتراك بتضغط لهم اوكي خلاص أنا ما بدي شي منه لهذا وخلاص هيك ما بقى رح يبعطولك ولا شي طبعا أنا رح أضغط علي لهاي طبعا هي الطريقة الثانية أنا اللي بحكي وهلأ رح نعمل طريقة كمان ثالثة طبعا خلاص هنا بس كلمة مراجعة كلمة تراجع وكلمة المزيد من المعلومات إذا بدك تشوف مزيد من المعلومات طبعا أنا ما بدي شوف شي خلاص أنا بدي ألغي كل شي وخلصنا اللهم صلى على سيدنا محمد طبعا طريقة الثالثة بتجي على يمين الشاشة وبتعطي المزيد طبعا إلا بس خلوني أول شي أنا أعمل إلغاء مثل ما كتعم أعملها بالطريقة الأولى طبعا ضغط على هنا وخلاصها لأنا رح حدد هذي كلها طبعا هاي الطريقة الأولى يلي حكينا عليها والطريقة الثانية أعملناها طبعا رح حددهم كلهم وبعدين رح أعطي تحديد التفضيلة طبعا أنا بحكي على الويش أو أمازون أو بيبال أو اي بي مدري شو اسمه المهم وبتضغط له يعني مثلا بلا كونك الأسبوع بدك أو خلاص ما بأبدي شي أنا بيعطيكم سوف يحزننا أن تتركونا ما بعرف شو المهم لا أحب الخصومات وخلاص طبعا هيك ما رح يرسلك أبدا إشعارات هاي طبعا الطريقة الأولى الطريقة الثانية بتلغيه على الأخير يعني نهائيا المهم الطريقة الثالثة رح تروح على يمين الشاشة طبعا أنا هلا بس بعمل تحديث رح تروح على يمين الشاشة وتعطي المزيد طبعا هون رح تعطي المزيد ورح تنزل لتحت رح تروح على إدارات التصفية إدارات التصفية بعدين رح تروح على البريد الإلكتروني بعدين رح تتشيل إشارة صح من الرسائل الترويجية إنك ما بقى بدك شيء من الرسائل الترويجية أبدا وتنزل لتحت وتحط حفظ التغييرات حفظ التغييرات طبعا خلص هيك الرسائل الترويجية انتهت من عندك نهائيا ما رح تشوف شيء رسائل ترويجية طبعا بس في الرسائل الاجتماعية والرسائل الأساسية ألا أنا في عندي هون أنا رح فرجيك مثلا إذا أنت عندك أنا في عندي هون تأمين السيارة يعني لتأمين السيارة أنا في عندي هيك بيجيني كل يوم والتاني رسالة طبعا أنت يعني بجوز ما يكون عندك ويش يكون عندك هلا مثل عندي أنا طبعا رح روح على البريد الوارد ورح روح على اللي بيبعتولي يعني كل يوم والتاني أعلان طبعا هادون يوميا بيبعتوا يوميا رح أنزل لتحت على الأخير متل ما حكينا بتنزل لتحت على الأخير وبتقرأ هون طبعا هون مكتوب هير هون إذا ما بدك تستلم أي رسائل أو شيء اضغط هنا طبعا مكتوبة بالانجليزي هير طبعا هون بيقولولك كمان يعني إلغاء الاشتراك أو إلغاء إرسال رسائل بريد الإلكتروني طبعا رح ترجمها بما أنه عم نحكي بالعربي إلغاء البريد الإلكتروني طبعا إلغاء البريد الإلكتروني مو بالاشتراك إنه ما بقي يوصل لك شيء طبعا كمان رح أعطيه ما بدي شيء يوصل لي من هذا الشيء المهم طبعا هيك هلا هون طلعنا خالصين عملت تحديث للصفحة مرة أو مرتين رح يتم عندك هذون الرسائل لأنه هن موجودين بالأساس عن دغ ورح تمسحهم كلهاتهم أحزفهم كلهم رح الرسائل الاجتماعية كمان أحزفهم كلهم طبعا مثل ما شايفين فيسبوك وما فيسبوك وما بعرفش طبعا لا رح رجع أنا الرسائل الترويجية رح رجع الرسائل الترويجية مثل ما أنا بنروح للمزيد بعدين بننزل على إعدادات التصفية وبنرجع بنحط إشارة صح البريد الوارد على الرسائل الترويجية بنحط إشارة صح البريد الترويجية ما بعرفش يسموه بعدين حفظ الرسائل الترويجية وبنحط حفظ وخلص هيك إن شاء الله ما بيع يجيك شي من الشركات أو ما بعرف شو ولا آخرهم طبعا هلأ بدي روح على فيسبوك خلص خلصنا منه لهذا بنروح على فيسبوك إذا بدك ما بقى يوصل لك شي من فيسبوك بتروح على يسار الشاشة على مكان الأدادات على مكان الحساب بتروح على أدادات الخصوصيات بعدين على الأدادات وبعدين على الإشعارات بتروح على الإشعارات طبعا هيدا الجرس بتضغط عليها وهون يلي بدك إياه ما يجي على البريد الإلكتروني بتشيل أو يعني بتعمل إطفاء مثلا مثل هون إشعارات المباشرة البريد الإلكتروني ما بعرف شو بتشيل بس تعيط البريد الإلكتروني مثل هلا أنا رح فرجيكم شغلة أنا شايلة هي تسكير عياد الميلاد وما بعرف شو مثل هادي طبعا هون البريد الإلكتروني أنا شايل وإني بيجيني رسالة ليوم عيد ميلاد كذا ليوم عيد ميلاد محمد ليوم عيد ميلاد أحمد طبعا بس خلي عندك الخصوصيات والأمان شغالي والأمان عفواني يعني هو بس الأمان خلي شغالي والباقي مثلا شيء إشارة صح مثلا نعم هو قيد التشغيل أعمل إيقاف مثل هلأ أنا البريد إكتروني إيقاف رح عامل له إيقاف موافق وخلاص بتضغط على موافق وخلاص هيكما بقى رح يوصلك إشعارات مثلا من مناسبات أو لديك طلب صداقة جديد أو إشعار جديد أو قامة محمد بنشر كذا والآخر هي طبعا بتشيلهم هيك وحدة وحدة بس بنتي ما حكيتك أنا بتخلي بس الأمان طبعا بعدين بتروح للتطبيقات والمواقع طبعا هوني بيعطيك المواقع يلي أنت مسجل فيها هوني بيعطيك المواقع يلي أنت مسجل فيها وفيناك من هون توقف الإشعارات طبعا أنا هادي ما فيني وما رح وقف الإشعارات لاني أنا بلعب وورزوني وبلعب جول أوف ديوتي يعني بالتأكيد ما رح قدر شيل فيها شي لاني رح يلغل مني الاشتراك وبتجي على المنتهي الصلاحية بتضغط عليه هيكما رح يطلع لك بتحزفون واللي تم إزالته كمان بتحزفون وبس هيك بكل بساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر